انشأت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات في ضوء هندسة العلاقات بسم الله الرحمن الرحيم في شخصية كذا مزعجة شوية في الحياة و تمثلنا نوع أيضا من القلق في التعامل معها شخصية الإنسان الذي يطلب من الآخرين كل شيء ولا يعطي شيء يطلب الحقوق ولا يعطي الواجبات يطلب المساعدة ولا يقدم المساعدة يشاركك أحيانا و يزاحمك في النجاح و عند الإخفاق يحملك كل الإخفاق مبدأ اعطني وأنا لا أعطيك اهتم بي وأنا ما اهتم بيك أنا و الطوفان من بعدي من هذه الشخصية و من هذا الإنسان و ما هذا الموقف هو الإنسان الأناني أو موقف الأناني شخص الأناني كيف نتعامل مع الشخص الأناني الشخص الأناني شخص يفكر في نفسه دائرته دائرة نفسه فقط لا غير لا يمكن أن يفكر في الآخرين بأي شكل من الأشكال يحاول دائما و أبدا أن يحقق رغباته و لو كانت على حساب الآخرين و لذلك لا يبالي بالمشاعر لا يبالي بالأحاسيس سعادته هي الأساس و لو كانت على حساب سعادة الآخرين ممكن يكون الأناني زوج و ممكن تكون الأنانية زوجة و ممكن يكون الأناني مدير في العمل و ممكن يكون الأناني موظف و ممكن يكون جار و ممكن يكون أخ مواقف الأنانية في الحياة مليئة مليئة الحياة بالأنانية والتعامل مع الأناني تعامل مقلق لأنك تشعر أن هذا غير عادل الأناني شخص غير عادل غير منصف اعطني ولا أعطيك طيب كيف نتعامل مع الأناني كيف نتعامل مع وقفة الأنانية كيف أستطيع اليوم أني أضع خطوات عملية في التعامل مع شخص أناني موجود في حياتي نحتاج فعلا لخطوات عملية بسيطة أو سهلة أو يسيرة ونعيشها في تفاصيل بخطوات عملية في ضوء هندسة العلاقات فالحكمة تلزم حيث ما وجدت في ضوء هندسة العلاقات في ضوء هندسة العلاقات حياكم الله تحب أن يكون لك أشياء خاصة بك وأن يكون لك ميزة وأن يكون لك كيان وإنجازات هذا طبيعي حق من حقوقك لكن أن يكون هذا على حساب الآخرين هذا هو المؤلم هذه شخصية الأناني التي نحتاج اليوم أن ننظر كيف يمكن أن نتعامل معها هناك خطوات عملية للتعامل مع الشخصية الأنانية الخطوة الأولى أن نتساءل ماذا يريد هذا الأناني؟ يعني ما هو الشيء المفقود الذي من أجله دفعه أن يكون أنانياً أحياناً ما عرفت بعض القضايا البسيطة من هذا النوع سيساعد على تلبية احتياج لديه يخرجه من دائرة الأنانية فأنا أعرف هو لماذا يمارس هذا الدور أحياناً الأناني قد لا يعرف نفسه أصلاً فيحتاج أن يساعد على الأقل أن نعرف هو لماذا تكورت لديه هذه الشخصية هل هو يعني دخل في دائرة الأنانية لأنه يشعر أنه مسلوب الحق فبدأ يأخذ حقه و حق الآخر فتحتاج القضية للنوع من التوازل خطوة ثانية حتى لو كان هذا الإنسان أناني فأني متى ما وعدته بشيء يجب أن يوفي بوعدي يعني لا يقول شخص ترى هذا إنسان أناني حتى لو وعدته ترى لا تعطيه أو خليه تربي صح حتى ببعض الناس يقول ترى يعني لا لا خليه تعلم لا نخلف وعودنا أمام الشخصيات الأنانية أنت تتعامل بمبادئك و قيمك و كرناها كثيرا التعامل مع البمادئ و القيم يعني أنني سألتزم بمواقف الحياتية بشكل مستمر و مستدام هنا سأتعامل معه بنوع من العدل و الإنصاف متى ما وعدت سأوفي بوعد خطوة ثالثة نحتاج أحيانا إلى نوع من الصبر و الهدوء في التعامل مع مواقف الأنانية لأن الأناني أحيانا يقلقك و يزعجك ببعض التصرفات فتحتاج أن تكون منضبط النفس و هادئ في التعامل و ردات الفعل الخطوة التي بعدها جميل أن نبين له خطر الشخصية الأنانية الشخصية الأنانية شخصية مكروهة و قاتل آخرين بها فلو عرف الأناني بطريقة لطيفة و عبارات جميلة الآثار السلبية المترتبة علي ربما آنذاك يبدأ يستيقظ من التعامل أو الاستمرار في قضية الأنانية الخطوة التي بعدها لا تنتظر اهتمام من هذا الأناني إذا أنا أعيش مع شخص أناني فلماذا أجعل أصلا في دائرة اهتمامي أن يهتم هو بي هو لن يهتم بي فبالتالي أنا أبدأ أهتم بنفسي و أطور من نفسي و أبدأ أن شغل و أعطي نفسي مجالات عمل مختلفة فلا يصبح هو قضية القبرى يعني أنا اليوم أنتظر أن يعطيني شيئا أنا لا أريد ذلك الشيء أصلا فهذا جزء من عملية التوازن في التعامل مع مواقف الأنانية أخيرا يجب أن يحجم هذا الأناني بس بأدب يعني اليوم الأناني يشعر أنه العالم كله يدور في فلكه هو قضية العالم ترى أحيانا بعض الرسائل الضمنية الخفيفة اللطيفة المؤدبة التي تعطي ذلك الإنسان حجمه الطبيعي ترى يعني في الأخير أنت إنسان يعني عادي يعني فما في داعي لهذه الأنانية والارتفاع والعلو وغير ذلك لكن أحيانا نتأمل بعض الآيات القرآنية فيمكن أن نستنبط قاعدة عامة في التعامل مع مثل هذه المواقف المؤلمة نستمع إلى آية ونتأملها واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثنك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاسرين جميل القصة قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وأكدت الآية التي بعدها أنه حتى لو الأول بسط يده بالقتل لن يبسط يده هو بالقتل هذا حتى لو كان شخص يريد أن يأخذ كل شيء وأن يتعامل مع كل شيء بأي شكل كان لن يكون ردة فعل الطرف الآخر أن تكون موازية لردة فعل هذا الإنسان بل كان التذكير بقضية التقوى والقبول من الله والتوفيق من الله أحيانا الأناني يحتاج أن يذكر بشيء من هذا يذكر بأن العطاء من الله جل في علا فلا داعي أن تسلب حق الآخرين أو ترتفع على الآخرين أو ترى نفسك دون الآخرين فالقضية تحتاج إلى نوع من الارتباط بالله وإن أكرمكم عند الله أتقاكم نراكم على خير إن شئت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات في ضوء هندسة العلاقات